موسيقى ثلاثة اللونو بيبتدي كلامي طرح سؤال لماذا النظام الخليفي يقوم بكل هذه البشاعات من جرائم وقام ومن انتهاكات وصلت إلى حد أقصاها أنا في اعتقادي وهو حق وهو سلوب التصفية الوجودية والجسدية فالآن النظام الخليفي يستخدم الرصاص الحي في تصفية جسدية إلى أبناء الشعب وبالذات التائرين منهم التصفية الوجودية اللي هو محاربة كل أبناء الشعب واستبدالها بأجناس ومرتزقة أجانب في قبال تهميش أبناء الشعب واضعافهم وتهجيرهم وجزجهم في السجون واستضعافهم إلى أبعد الحقوق أنا بحاول على أساس أجاوب على هذا أو أصلط شيء على هذا السؤال أن أبين الحقب من دون تلاقص الثورة وشلون أن النظام الخليفي في كل هذه الحقب فشل وبالتالي نحن نكون في نتيجة طبيعية ما نراه الآن من كل هذا القمع الكبير والذي يكاد أن يفوق التصور لماذا هذا النظام يقوم أمام شعب أعزل لم يقترف لا ذنب أنه خرج ولي طالب بحقوقه بشكل سلمي أنا في اعتقادي أنه عندما خرج الشعب يوم 14 فبراير وانطلقت التوراة على على يد ابناء الشعب البحريني كانت أعدادهم هائلة جداً أنا في اعتقادي أن مخابرات النظام الخليفي في وقتها لم تكن تتوقع أن يكون شعب البحرين يخرج بهذه العداد الكبيرة وبالذات من مستبق الحدث ستة أشهر من هذا الحدث باعتقال العديد منه وموز وفي مقدمتهم فرج الله عنه الدكتور عبد الجليل السمقيس والشيخ المخداهد وغيرهم من الأخوان معتقل لما يقارب 500 معتقل وقد أفرغ الساحة حقيقة بكاد أن لا يكون هناك حراك متوقع أن يتزامن مع حراك الذي انطلق في تلك الفترة هو حراك الربيع العربي لأن مخابرات النظام الخليفي فشلت في التنبؤ بخدرة وحيوية أبناء الشعب البحريني بنزول للشارع فوجدنا العلاف قد نزلت عمد النظام الخليفي للتعاطي مع هذه الأعداد الضخمة والتعويض عن فشله بأن يلجأ إلى الخدعة ما سميت في تلك الفترة بان اعتصامات الدوار طرح ما نسمى حوار حوار ما يسمى ولي العهد هذه الخدعة لم تنطلق على شعب البحرين وقد وجدنا كل التكتلات السياسية والشبابية والثورية قد رفضت هذا الخدعة وبعد هذه المرحلة الأولى أنا في اعتقادي كيف تعاطى النظام مع الهبة الشعبية لأبناء الشعب البحريني المرحلة الأولى أنا في اعتقادي استمرت ما يقارب السنة ما يقارب الشهر وقد فشلت وهي خدعة الحوار ومن ثم النظام بدأ لتدشين المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستعانة بالنظام العساكر أو الجيش المحتن السعودي وفرض الأحكام العرفية واعتقالات واسعة لأبناء الشعب استمرت لمدة ثلاثة أكثر من ثلاثة أشهر لكن الأحكام العرفية لي ثلاثة أشهر وكانت خلال هذه الفترة أفراق كل الساحة من ما هم نشطاء وما هم ينادون بموضوع أسقاط النظام كان يعتقد النظام أن هذه الخطوة سوف تكون ناجعة وقد نستشف هذا الكلام من كلام أحد أركان هذا النظام ما يسمى وزير خارجيتي عندما سأله أحد الصحفيين وصحفي CNN قال له كيف سوف تعالجون هذه الحشودة الجماهيرية كان في رده نحن لدينا خبرة في التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات وأنهم يخرجون يعني إلى فترة ومن ثم نعرف كيف نتعامل ويقصد بتجربة التسعينيات أن نستخدم معهم القام وهم بع فترة يتعبون ومن ثم يرجعون كان يعتقد هذا المعتوه بحسب تجربتي وحسب كما فشلت مخابراتي في أن تتنبئ بانطلاق التورة أيضا هو من جديد يفشل في موضوع التنبئ في كيف يتعامل مع هذه التورة فكان يعتقد عندما كان يتحدث لأننا لدينا خبرة في التعامل معهم فعندما فرض الأحكام الأنفية وجلب الجيش السعودي كان من خلال تجربته بأن القمع الشديد وفرض الأحكام العسكرية والأحكام المشددة سوف تنهي سوف تنهي هذا الحرار إلا أنه وجدناه بعد ثلاثة أشهر وهي المرحلة الثانية من تعاطي النظام مع الثورة قد فشلت فشل دريع لهذا لجأ ومن يدعمونه من الغرب بأن يجلب حيلة بسيوني أو حيلة ما يسمى المحقق بسيوني تحت تحت غطاء بأنه سوف يكشف يتقص ولكشف الحقاق ذهب ليضع الخطة الأمنية للمرحلة الثالثة بعد فشل موضوع الأحكام العرفية لهذا وضعت الخطة الأمنية الخطة بسيوني الأمنية لتعاطي مع الثور لهذا وجدنا كيف جلب جون ييس وجون كيموني والمخابرات البريطانية وهي تطبيقي لهذه الخطة الجديدة خطة التعاطي بسلوب دراسة حجم التجمعات الشعبية وامتدادها وعمقها الاجتماعي وغيرها من هذه الأمم فبعد فشل المرحلة الثانية وهي مرحلة الأحكام العرفية ودخول الجيش السعودي ذهب النظام بأسلوب أكثر علمية وأكثر دراسة لما يراه الغرب أن هذه الثورة تمثلها راجل له لهذا النظام حاول أن يطبق هذه التوصيات واستمرت موضوع بسيوني أنا في اعتقادي ما يقارب السمتين من سبتمبر 2011 إلى غاية تقريبا 2012 يعني معنى بدايات 2014 هذا المشروع الأمني الجديد قد فشي لأيضا وذلك بعدة أهم أن شعب البحرين كان جدا واعي سواء على مستوى قياداته وعلى مستوى قواعده الشعبية لم تنحرف الثورة وجدنا الثورة نظيفة شعبية جماهيرية سلمية ولم تنحرف إلى ما أراد النظام أن يشوش عليها من ناحية أن يبث فيها غبار طائفية أو أن يحاول أن يجرها إلى العنف أو أن يوصمها بالعمالة إلى الخارج هذه الأمور فشلت يعني شعب البحرين يتميز عن بقية الثورات بأن له نضال واعي لا ينحرف إلى اتجاهات أخرى وهو نضال له مقاومات الداخلية في فهم معادلات الداخل ومعادلات الخارج لهذا المرحلة الثانية كانت أشد خطراً على الثورة أنا في اعتقاد وهي مرحلة وضع توسيات للسؤول الانية للقضاء على الثورة استطاع شعب البحرين أن يفشل هذا الموضوع كان يتطلب من النظام ومن الغرب وبالتحديد أمريكا وبريطانيا أن يباشروا في تنفيذ المرحلة التالية وهي المرحلة الرابعة وهي أيضاً تسمى أنا أستطيع أن أطلق عليها مرحلة العصا والجزارة في هذه المرحلة وهي عام 2014 حاول النظام أن يطرح العصا والجزارة للأخوة في الجمعيات السياسية بأن يكونوا شريك إلى النظام في مشروعه القادم الذي يريد أن يبعثه من خلال ما يسمى برلماني عليكم أن تشاركوا في انتخابات 2014 ومن ثم نطرح موضوع الحل السياسي والمصالحة الوطنية وهي أنا في رأيه المرحلة الرابعة بعد فشل مرحلة في هذه المرحلة حاول النظام أن يمارس عدة أدوار مع حلفائه ضد ضغط على الأخوة في الجمعيات السياسية بأن يكونوا شركائي في مشروعه الذي يريد أن يخرج البلد كما يراه هو من حل وليس كما يراه الشعب من حل وليس كما انطلقت من أجله الثورة من مطالب لهذا عجز النظام وعجز أتباع هذا النظام في كل ما استخدمه من أساليب اللغوة والترهيب والتخويف ضد الجمعيات السياسية بأن تشاركه في مشروعه وذلك بفضل وعيهم وثباتهم وإخلاصهم إلى قضية شعبهم لهذا رفضنا كل رموز الجمعيات السياسية ومن يتبعهم بالذات العلماء قد رفضوا الانخراط في هذا المشروع لأنهم يرونه في تضيع إلى جهود الثورة خلال هذه السنوات الآن سوف نبتد في 2015 الآن 2011 2012 2013 2014 2014 أربع سنوات من عمر الثورة رافقوا كل هذه الأساليب حضور شعبي عارم فكشارة وجدنا أن الاحتجاجات كانت كبيرة ولم تنقطع في يوم من الأيام وبالتالي النظام يعني النظام داعمي الغربيين والمحليين المحليين دعموا بالسلاح والحضور والمال والتالي قدموا له كل أشكال الدعم لأن شعب مصر على موضوع الحضور للشهرة والاحتجاج يعني هذا موشي موشي طبيعي أربع سنوات كل الثورات الأخرى أما تم قمعها وإنهايها أو الالتفاف عليها أو أو إدخالها في نفق مضلم من خلال جلبها إلى العنف وإلى الصلاح إلا ثورة البحرين استطاعت أن تتعدى كل هذه المطبات وكل المراحل التي أشرت إليها وذلك بفضل تكامل الأدوار بين معتقليها وبين رموزها في الداخل وشبابها وكل القوم في الخارج وفي الداخل الآن النظام انتهج منهج آخر بعد فشل مشروعه أن يجد له شريك في الانتخابات من 2014 باشر في هذه الفترة بالنوضوع القضاء على كل القوى الثورية وكان عام 2015 أنا في اعتقاده هو يمثل مرحلة الخامسة من مشروع النظام الأمني للقضاء على الثورة وتالي باشر في هذه الفترة عن طريق الاستعانة بالمخابرات الغربية وبالذات عجهزة التنص بأن يتنص على كل عصب وتواصل للقوى الشبابية والثورية لهذا وجدنا في عام 2015 انتاز بالاعتقالات الكبيرة جدا للمجموعات الشبابية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بفضل تعاون أجهزة عمنية هنا في الغرب والذات في بريطانيا في مساعدة هذا النظام لهذا وجدناه يعطونا لهذا وجدنا النظام في هذه الفترة يعتق لأعداد كبيرة جدا من المجامع الشبابية وبالذات في صفوف الاعتلاف والحركات الشبابية التابعة لثيار الوفاء وغيرها من الأخوة هذا الموضوع لم يتكلله بالنجاح لأننا وجدنا في المقابل الصف المكمل لهذه القوى الثالية والجمعيات السياسية واصلت الحضور في الميدان والتظاهر لهذا باشر النظام بعدها مباشرة في 2016 وفي هذه الفترة الخامسة باشرة بعملية القضاء لما تبقوا من القوى الفاعلة في الساحة وهذه القوى السياسية لهذا وجدناه باشرة في اعتقال الشيخ علي سلمان وحل الوفاق وحل المجلس العلمائي وغيرها من كل القوى الفاعلة وابراهيم شريف وكل مكون سياسي بقى غير القوى الثورية النظام بهذه المراحل يعتقد بأنه قد دجن الثورة ووصل إلى مشروعي لأنه قرر بعد 2014 أنا لا أحتاج إلى شريك سواء من المجتمع أو غيره أنا أستطيع أن أنضي لوحدي في المشروع وأفرض الأمن على طريقتي ومن ثم لا أحتاج أي أحد من هذا الشام في 2016 وهي المرحلة السابسة وهي مرحلة اعتقال كل القادة والمؤسسات السياسية بالطبع هذه فشلت 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 لهذا أتينا الآن إلى 2017 ولهذا وجدنا عام قد تميز بخلفية الأعوام السابقة خلفية الفشل التام لكل مشاريع النظام في مراحلها كل الفشل التام نحن نقيس فشل النظام من خلال ما يساعد من عملية قام لأنه لا يجد شريك سياسي لا يستطيع أن يقضي على الحركات الشرابية والثورية لا تجد المخابرات الغربي لا تجد الخبرات جونيس وجين توميني وحملية فراغ الساحة من الرموج والشباب كل هذه الأمور لا تستطيع أن توقف عملية الحراك الشعبي وعملية التوتر السياسي والأمني في البلد لهذا النظام دشني هذا العام هو العام الجديد أنا أعتقد في مرحلة أنا أطلق عليها عام التصفية النظام أنهج تمام أنا بنشهة نظري حتى من الناحية الأمني الآن النظام في مرحلة إنهاء الشعب هذا ديدا هذا هو مصيره يومه الطبيعة أن يعيش على الطيم وعلى الانتهاك وعلى الاعتقال وعلى كل هذا أصبح أمر من ضمن روتين حياتي الطبيعية إلا أن النظام ليس من أمره الطبيعي وجدنا هذا النظام يعني أتأثر كثيرا في موضوع إدارته للاقتصاد على رغم الدعم المادي الكبير وحرجه في المجتمعات الدولية نتيجة نشاط المكثف إلى المعارضة وجدناهم لا يجد له أصبح نظام معزول اليوم النظام الخليفي انضرنا إلى المعادلة السياسية هذه النقطة الذي أريد أن أدخل فيها لاحقا إنه ماذا أتوقع نتيجة فشل النظام الأمني كما أشرت وفشل النظام السياسي النظام من خلال قمعه يود أن ينجز مكاسب سياسية لأن وجدنا النظام قد فشل سياسيا بشكل كبير لم يستطع أن يحصل له أي شريك من المجتمع لكي يمرر مشروعه السياسي أن القمع مطلبه في نهاية المطاطة أن يكون هناك مشروع سياسي كما حصل مع كل الاحتجاجات والثورات السابقة في تاريخ البحرين طوال 100 سنة هذه الفترة هي الوحيدة التي لم يستطع النظام أن نجد له شريك كل هذا بفضل أمرين وعي القائمين والمتحركين في الساحة البحرينية والأمر الآخر زخم الشهر الذي واصل وواكب الحراك طوال هذه الفترة الطويلة لهذا النظام قد مني بفشل كبير وهو فشل سياسي لهذا نجد يعالج هذا الأمر هذا الفشل في زيادة القمع الكبير والذي دشنهم في هذه المرحلة وهي مرحلة التصفية والبصاص وهنا أعتقد أنه مرحلة التصفية الوجودية والتصفية الجسدية الأمر الآخر أن نظرنا إلى المكاسب السياسية التي حققتها المعارضة طوال هذه الست سنوات الماضية والتي ندشن بها مشروعنا الآن من أهم ما حققته المعارضة أنه استطاعت خلال هذه الفترة ست سنوات أن تعزز من موضوع وحدتها الحقيقية أصبحت فصائل المعارضة مقتربة من بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى في كل يعني لو نظرنا لتاريخ 30-40 سنة الماضية أن المعارضة السياسية في البحرين متقاربة في فكري في مفهومها للوجود المصيري وفي نضالها ضد هذا النظام وعدم الاشتراك معهم في أي مشروع سياسي هذا واحد من هذه المكاسب المكسب الآخر أن المفاصلة التامة أنا في اعتقادي قد أحرز جئس كبير منها المفاصلة التامة بين كل فئات الشعب ومع هذا النظام من جزء شيئا كبير جدا في هذا الجانب ونستطيع الآن أن نبني على هذه المفاصلة المفاصلة التي لا تفضي لأن يجد النظام أي مكون من المجتمع أو من المعارضة البحرينية أن يبني معه ما شروعه هذه واحد من أهم المكاسب الأمر الآخر أصبح الهدف لكل أبناء الشعب وكل فصائلي أكثر وضوح وأكثر أصبح المفهوم لدى كل أبناء الشعب أنهم يشتركون في هدف الدفاع عن وجودهم بالإضافة لهدف تحقيق مطالبهم هذا الأمر متبلور وبشكل كبير الآن أكثر من أهو أخط مضالك الأبناء الشعب الأمر الآخر أنا كما أشرت أن خلص أنا كانت باقولي الفقرة خمس دقائق خمس دقائق خمس خلص 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 في الأيام وفي الأشهر القادمة خمس شديد لم نشهدهم من قبل النظام لماذا أتوقح هذا الجانب واحد من هذه الأسباب فشل المراحل السابقة في المعالجات الأمنية للنظام الأمر الثاني بدأ النظام هذا العام بعملية تدشين بأعطاء السلاح كما نشير وزير 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 وزرائه وأيضا وزير داخليته بأن لذا رجع الآن السلاح يعني مجهزون وللتطبيق القانون ويقصد كما نشاهده الآن إطلاق الرصاص الحي للقتل فبالتالي هذه المرحلة نتوقع يعني أن النظام من خلال ما 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 طبقه من خلال عملية إعدام السجناء في يوم 14 جانواري 15 جانواري 15 يناير وأيضا نتبعه الآن بهذه العملية شنيعة لعملية تصفيع إلى للسجناء الفارين في عرض البحر أن النظام الآن أنا في اعتقادي أكثر من أي وقت مدام أصاب به حالة نرجسية تامة يعني حالة انتشاء وهمية أنه الآن يستطيع من خلال مزيد من القتل ومزيد من السلاح أن يقدم على خطوات أخرى فالمتوقع من خلال الملفات القادمة وهي موضوع موضوع تصفية الشيخ عيسى قاسم بالطرق المختلفة أن يقدم عليه النظام وبندونها وادئ وبالتالي نحن مقدمون من خلال ما نشاهده في بداية هذا العام إلى عملية قامع شديدة جدا ولكن أنا في اعتقادي أن توقع الآخر أن أبناء الشعب البحريني كما اعتاد على التعاطي مع المراحل الأمنية السابقة سوف يتعاطى وبنجاح وباقتدار وإن شاء الله ببركة الله تزيد من الله سبحانه وتعالى أمام كل هذه القمعة وكل هذا الهجوم القمع من قبل النظام في الختام أنا في اعتقادي في ظل هذا التصور لأن أعتقده خلال هذا السنة أن يكون عام التصفية وأن شعب البحرين سيصمد بالتأكيد أنا أحاول أن أشير إلى بعض التوصيات أو بعض ما أقترح إلى أبناء المعارضة في هذا الجانب كيف أن أستعد إلى هذه المرحلة القادمة كما نجحنا في المراحل السابقة من خلال وعينا وفهمنا وتشخيصنا إلى تحديات المرحلة على أن نواصل أن نقرأ بالمزيد في تحديات هذه المرحلة وأن نرسل صفوف بشكل أكبر وأن ندشن مشروع التقامل بين كل أطلاف المعارضة اليوم دشنت مشاريع شبابية وهي مشاريع المواجهة الظالم علينا أن كل فصائل المعارضة السياسية والثورية والمشاريع الشبابية أن تتكامل الآن مطلوب مننا أن ننوع في مشاريع مواجهة الظالم لأننا مطلوب مننا نزول الشارع بكثافة أكبر والمطلوب مننا أن نبدع في المشاريع والآن هناك مشاريع شبابية علينا أن نترك لها المجال التي تتكامل مع كل المشاريع المطروحة في التصدي للنظام إن شاء الله الرحمة والخلود إن شاء الله إلى شهدائنا وإن شاء الله ببركة دماغهم نواصل المزيد في النزول إلى الشارع وفي المواصلة في الصمود وفي مزيد من التلاحم والتراس ترجمة نانسي قنقر